ضيفنا في الستوديو الكوتش وليد ياري مدرب الياقة البدنية سيعرفنا على أبرز أتمارين للتخلص من دهون البطن والأرداف والحصول على جسم رشيق ومثالي وليد صباح الخير أهلا وسهلا بك ويانا وليد أول ما نتساءل عن الموضوع ليش منطقة الأرداف والبطن بالتحديد الدهون أكثر شي تتجمع بها طبعا أجسام البشر تختلف في ناس تتجمع عندهم في الجزء العلوي في ناس جزء السفلي بس السيدات أكثر شي عندهم تتجمع ترسبات الدهنية كلها في الجزء السفلي من الجسم مثل الأفخاذ عندك والرجل بشكل عام فالإنسان دائما لازم يحاول يرتب أكله عشان ما تصادفها المشاكل في ترسبات الدهنية في الجزء السفلي من الجسم زين نرتب أكله يعني مثلا قل لنا شلون يعني مثلا لنساء والرجال مثلا لازم يكون الأكل مش عالي الدهون والدهون لازم تكون صحية أيضا ما يكون فيه كرب عالي لأن الجسم ما يتفهم أن هذا الكرب شو يعني يأخذك كسويت كسكريات فيتحاول دائما إلى الدهون في جسمك فأنت حاول دائما ترتب أكلك تأكل وجبتك بشكل صحيح يتوزحها بشكل صحيح تأكل ثلاث وجبات هناك أشخاص يفعلون لأن اليوم يكون دائما طويل ودائما مشغول فيمكن ما يأكل في فترة النهار فترة المساء يعني يهجم على الأكل هجوم وهذا فعلا غلط وليد صحيح غلط غلط نأكل كل شي الصبح والظهر بالليل مش كل شيء كل شيء لازم يكون محسوب لازم على حسب وزنك وطولك وعمرك ترتب وجباتك بشكل صح لو ما تبقى تكون دقيق كثير بالكالوريس تأكل أكل صحي يعني قليل الكرب وقليل الدهون وعالي البروتين يكون صحي ويكون أكثر شيء مشوي ما يكون مقلي الأشياء المقلية تعذي عنها لأن المقلية ضارة والجنك فول أيضا ضار للجسم فالواحد يحاول يتجه للوجبات الصحية النظيفة التي ستساعدها أن يصل للمستوى المطلوب على البروتين نحن سمج دجاج لحم بيض ما شاء الله أنت قلت لي قبلها وأسألتك 10 بيضات باليوم تأكل الحمد لله ما شاء الله لأن البروتين ليس مصادر حيوانية فيه مصادر نباتية عندك الفاصولية والأشياء الثانية والفول هالأشياء أيضا بروتين فالناس يمكنون يوزعون نوع البروتين ومصدر البروتين في يومهم أو على خلال الأسبوع مصادر حيوانية ومصادر نباتية وأيضا يحاول يمارس على الأقل المشي أو يمارس أي أكتيفتي في حياته لأن الرياضة تبدأ أول شيء بالمشي بعدين نتطورها بأشياء ثانية نعم زين هسا خلينا نشوف أبرز التمارين أنت قسمنا براحتك الأرداف والبطن شو ممكن نتخلص من دهون هاي المنطقتين شو أول شيء الإنسان يبدأ تمرين داما يقول أنا ما عندي مكان ما عندي اشتراك في النادي لا ما يبالي اشتراك في النادي الرياضة يبالها بس مساحة ووزن جسمك حتى يكفي نعم اليوم رح راويكم التمارين رح ساعدكم في إنقاص الوزن وأيضا شد الجسم خاصة الجزء السفلي من الجسم أول تمرين رح نتكلم عنه هو تمرين السكوات أول شيء يقدر الشخص لو كان مبتدئ خاصة يستعمل وزن جسمه زين كعملية إحماء وهذا الآن التمرين رح يساعد أيضا في شد منطقة الأرداف أيضا الأرجل والفخذ وكل المنطقة عندك في الأرجل زين هذا أول تمرين ممكن حين رح نشوف نشوفه يا نارولا يا مرحبا رولا طبعا مثل ما نشوف لازم تكون 90 درجة ولازم نحاول أن نركب ما تعدي أطراف الأصابع عشان يكون التمرين صح والبوزيشن يكون على أحسن ما يكون طبعا تقدر حين هذا التمرين تسوي تكرار خمس مرات كعملية إحماء للجسم لو كان الإنسان مرحلته متوسط يبقى أيضا يضيف مقاومة أكثر يقدر يستعمل الوزن كم ثانية نبقى على هذا الوضع يا وليد؟ أحيانا كبداية أول شيء يستعمل عملية إحماء يستعمل خمس تكرارات وربعة في عملية الإسكوات بهذه الطريقة أنت سويت أكتيفيت حق المسلس خلاص راح يكون في تمرين جاي على الطريج بيردي فالجسم أوكي يكون مستعد للتمرين لأنه لازم قبل من واحد يتمرن يصيح عملية الإحماء والإيطالة وهذه الأشياء عشان ما تتعي إصابات فلازم الواحد على الأقل يسوي خمس تكرارات عشرة تكرارات إسكوات بوزن جسمه بعدين ينتقل لو كان حاب يضيف مقاومة مثل رولة سوف نضيف مقاومة على الإسكوات طبعا الوزن يختلف من شخص لآخر فيه ناس ستكون وزنها مثلا بسيط خاصة للبنات وزن بسيطة وممكن يكون وزن أعلى مثلا حين رولة تعطينا الإسكوات هذا بالشكل الصحيح لازم ينزل أكثر من 90 درجة عقب الصعود يعني سيكون التركيز عالي على المنطقة السفلية وشو رايش أن الإسكوات يشغل أيضا البطن لأن الإسكوات تمرين جدا فضيع جدا ممتاز زين وليد للي ما عنده هذا الوزن بالبيت شنو ممكن نستعف عنا ممكن أي وزن نقدر نشيله يعني حيا الله فتشي بيدنا بوزن هي أي وزن ممكن تخضين كرة وزن أو الدنابل الصغيرة ممكن أحين عدنا مثلا بليت رولة نشيل البليت ونشوف مثلا استعمال وزن هل هل صحا لح وزن تقدر تسوي سكوات باستعمال هذا الصحن وأيضا تقدر تسوي حركة ثانية أن نطور فيها التمرين لأننا نحن خرص سوينا السكوات نبه التمرين ثاني رح نستعمل الاستبر الاستبر لو واحد ما عنده استبر في البيت أي سطح مرتفع هنا رح نطور التمرين أكثر وأكثر لأننا ما رح التمين على التمرين من واحد في حياتك لازم الواحد يطور صح هاي كلها بنفسي اليوم وليد هاي لدينا تمرين واحد في اليوم دسكاونت يعني إذا انتظر منك تبلي واحد بس لا لا لازم الواحد على الأقل يسوي للعضلة خمس تمارين خمس تمارين كفائية حين هذا التمرين حين رح يسوي رولة يركز على الفخذ عندك والأرجل زين هذا التمرين جدا ممتاز للسيدات خاصة لديهم ترسبات تهنية كبيرة أيضا لازم لا ينسون التمرين المشي إلى جانب التمرين التي تعرضها رولة زين هاي كلها خلال اليوم شقد كلها ويا السكوات البداية وربع ساعة مثلا لو أكثر التمرين كلها تاخذ من عندك 20 إلى 30 دقيقة حلو زين هاي وليد ورا كم من المدة ممكن نبني نحس فرق بجسمنا مثلا شهر أكثر أقاد شوفي إذا سويتها بشكل منتظم أحين مثلا رولة حين تراوينا هذا التمرين الثالث مثل ما تشوفون يعني التمرين تختلف لماذا نركز على عضلة عضلة أنه عندك الفخذ عندك الفخذ من الخلف عندك البطاة يعني الرجل فيها أكثر عضلة لو شفنا رسمة العضلات رح تعرفين أن الجسم تستطيع تركزين في كل التمرين على عضلة معينة فعقما نخلص تخيل ستسوي هذا التمرين رولة كل تمرين أربع جلسات تكرار عشرة 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 رح ياخذ من وقت 20 دقيقة لـ 30 دقيقة وكان الله هو الرحيم خلصت تمرين تحسين بنشاط حسين أنت أنجزت شيء بهذا اليوم صح بس لا تخربين في الأكل هنا النقطة يا وليد هنا المهم أحين شو رايش ننتقل لتمارين البطن يلا طبعا تمارين البطن تنقسم إلى تغريب من أربع أقسام عندك البطن العلوي والسفلي والخاصرة اليمين والخاصرة الإيسار فالواحد دائما يبتدي شيء منهم تفكير أنه لو سويت تمارين البطن سيشيل الكرش لا تمارين البطن سيحرك دهون بسيطة لكن تبني عضل أكثر وتلحت الجسم بشكل مرتب لكن لكي نشيل الدهون لازم إلى جانبه أكل صحي وكارديو بسيط الكارديو يعني تمارين هوائية مثل المشي البايسيكل أنا سمعت أنت سويت بايسيكل وطلع بالهوة حلو هذا الشيء ممتاز جدا أنت تستمتعين نسلك تحركين سعرات حرارية كما تحرك ما شاء الله فأنت بهذا السلوب حركتي دهون وأنجزتي تمارين مثلا هذا التمرين للبطن السفلي هذا صعب يا وليد لا لو كان صعب ممكن تسوي حين في رولا بتغير التمرين هذا التمرين الثاني في أكثر عن تمرين لعضلات البطن السفلي فأنت يوم تسويين هالتمارين لو حسيتي إنه صعب لنسوي تكرار عشرة أقل تسوي حلق وشوية أزود الواحد ليس مجبور بس إذا جبرت نفسك صح ستحصلين رزولت أعلى بس ستب باي ستب أنا أفضل في مثلا في مدربين عنيفين لا عندي الاستراتيجية شو لازم لو واحد يحب التمرين وحين هذا التمرين حين للخواصر يسوي رولا يعني هذا التمرين جدا رح يساعد في نحة منطقة البطن يعني ما شاء الله لفترة السمر وغير السمر رح تحسين أن أنت يعني كونفيدن يعني يمكن أن ترحين على المحل لا لا هاي كل الصعبة هاي ولا تقول لي هاي مو صعبة حين البلانك أحين حين أثبتي بدون حركة ثانية هذا الثبات يكفي هذا الثبات يكفي لأن هذا الثبات رح يتحرك الكور كامل الكور يقول الكور شو معنا البطن الظهر الخواصر هاي المنطقة كاملة إذا أديتي هذا التمرين رح إن شاء الله تمنحت بشكل حلو وأيضا رح تكون أنت يعني سعيدة يوم تشوفين المراية وشوفين الريزولت رح تشجع أكثر رح تشجعي ورح تكملي فمثل ما قلت لك التكرار يكون أقل لو كنت مبتدئة مبشر تسوي تكرار عشرة سوي خمسة اليوم خمسة بقرأ زودي واحد والأسبوع بعد زودي اثنين وبالتالي رح تتطورين من نفسك عقب رح تسوي أشياء أدفانس هذه التمرين كلها تستعمل مثل رويلة شوفي تستعمل وزن هذا التمرين أدفانس تخيل غصدي الأبس والخواصر والبطن البطن العلي بعد الشغال كلها سودة تشتوى هذا أدفانس دخلت وزن وزن جسمها وزن الرجلين من غير هذا رافعة جسمها الأعلى يعني أنت رح تتطورين بالتدريج مع التمرين وزين احنا يمكن عدنا بعد نص دقيقة من الوقت دقيقة تقريبا وليد للي ما يحب الرياضة الشون ممكن أنت كمدرب رياضي ومختص تخليه حب الرياضة أول شي لازم يشوف الرياضة كمصدر صحة يعني يوصل الرياضة بصحته ليش يقولون الجسم السليم عقل السليم جسم السليم صح مضبور فلان أنت حين مثلا لو ما تسوي رياضة رح تروح شغلك الصباح خمول رح مثلا يمتروح محل ما رح تحب المحل نفسه تقول المحل مش حلو لأنه ما رح ما حصلت السيز اللي يعجبك لازم أنت توصل الرياضة بصحتك وبالتالي رح تحب الرياضة ومن غير هذا أنت فكر جدام ما تبقى تلعب مع عيالك مع الصغارية وانتبقى تركض معهم تبقى تتمارس النشاط الرياضي معهم ما تبقى تكون تعبان ومريض ويصيبك أشياء لقدر الله مثل أوبيسيتي السمنة وغيره من الأمراض لا سامح الله إذن هاي نصائح كلها لمتابعين الآن وأني أشكرك جزيل شكر لكل هذه النصائح والتمرينات أيضا شكر لرولا كمعنا الكوتش وليد ياري مدرب الياقة البدنية شكرا جزيلا شكرا شكرا